اشتركوا في القناة ارادة الشعب التي ارادة الشعوب لا تقهر رغم انه ارادة الشعوب لا تقهر ولكن هن استولوا وقهروا ارادة الشعوب وصاروا حكام ورجعوا قهروا الشعوب مرة اخرى لما اجبروها على انه تسبح بحمدهم لهذول المستبدين من هاي الشعارات مثلا يعني فيه شعارات كتير كتير خود على سبيل المثال فيه شعار طرح في مصر على ايام عبد الناصر انه كل شيء للمعركة يعني انه تخيل انت هيك مجتمع انه ما بينتج ولا بيأكل ولا بيشرب ولا بيستورد ولا بيصدر ولا بيعمل صناع ولا بيعمل تجارة ولا شيء بس كل شيء مجهزه للمعركة لا تقلي بعدين خاضوا معارك وخسروها ايما انا مشكلة المهم انه ما جهزوا حالهم ما حطوا كل امكانات هذا الشعب الذي لا يقهر ارادة وخار حطوها في المعركة حطوا بس ما يعني ومع انه يعني خسروا الحرب باخطاء ولاد صغير ما بيرتكبه وحطوا طيران مكشوف يعني المهم ما نحن انا ماني محلل استراتيجي بس عم نحكي يعني بس اجل لهم تعالى هون على السورية لما نحن يحكمنا حزب البعث العربي والاشتراكي وهذا حزبهم مزاودهم يعني انه الحزب البعث اذا بتقول له بعشرة بقول لك 12 طيب بتقول له ب 15 بقول لك 22 22 بقول له 24 70 يعني مزاود فانه كبرة تقليه انه غيره يطالع كذبة منيحة كويسة يعني ارادة الشعب التي تقهر فعمل واحدة اكبر قال لا صوت يعني على صوت المعركة يعني لازم نحن حتى الافواه انكمة والناس تخرس خالص يعني شو ما شافونا عم نعمل بيخرسوا خالص ليش لأنه في عنا معركة ونحن ما نجاهز حالنا عن معركة كمان انه بالاخير مننهزم ومشان نحن نحرر الاراض بقوم ونخسر اراضي جديدة ما مشكلة بس اما ما جهزنا حالنا جهزنا المهم عبيلي جابي خرطوش وناولي هالبارودة بكلفني عشر قروس عشر قروس اللي بيقرب صوب حدودي وميراج طيارك هرب هربان من نصر العرب من هذا الهشت اللي اللي لايس من ولا يغني من جوع وبنفس لؤقت يعني ياريت له بلا وعداك الاخ اللي بيغني بترول العرب للعرب هذا شعار انطرشت في الدنيا في السبعينات بترول العرب للعرب يعني انه نحن هذا النفط اللي بيطلع في بلدان الخليج ليس قولهم بس ليش لأنه نحن عرب وهن عرب لازم يعطونا حصتنا منه فطلع واحد عم يغني يام ناخد حقنا منه يام نشعلوا لهب مع انه هذا لدو شعل يشعل البترول آمار بترول لهب الله وكيلك ما بيمون يشعل شمعة في داره إذا ما قطوعي كهرباء وما بيمون يشعل ببور كاز هذا اللي بيدقوا بيطالع الكاز لفوق بعدين مشعلوا بعدوا عنهم شام شام ما يحرق له وشه انت بتحرقوا وتعملوا لهب المهم كانوا السوريين بفترة حافظ أسد ينتظرهم من الخطاب للخطاب لحتى يطالعوا من خطاباته الشعارات اللي تاني يوم ديكتبوها على الحيطان السورية ما في مدرسة ما في معمل ما في دائرة حكومية حيطة نضيفة على فكرة كلها الشعارات لا حياة في هذا القطر إلا للتقدم والاشتراكية يا الصور هذا الشعار صارت على نكتي في التسعينات كان حافظ أسد مانع الاستيراد وخاصة السيارات كان يعتبره كمالية انو الواطن السوري شو بدون بالسيارات خلاص خيو فيه سيارات عطاء صلحون انت بتاخدهم عند اخواننا الأرمن بحلب انفضلي السيارة مع خواجه ويقال لك أمر يخيدون طبعا كانوا ناس زرافاء وحلوين وكانوا يعني مثال للإنسان العامل النشيط اللي اللي بيعرف يعيش وبيعرف يشتغل وبيعرف يكون مواطن يعني الأرمن أنا الحقيقة أوجه تحية ما ما في أنا ما مر علي شعب يعني أحلى من هذا النموذج يعني هذا المهم بيأخذوا السيارة بنفضوها وكذا بال93 وراء طلع مرسوم رقم 10 قال أنه بإمكان الواحد إذا عنده حمص عنده فول عنده ما 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 صدره ويجيب حقه بيكاب أو بيكابات زراعية سمحوا بالأول بيكابات زراعية صرنا نجيبها ونحط اللم فوق صندوق ونركبها أنا نركبت بيكاب في فترة طويلة ونحط نعمل له كراسي وراء ونعيد الناس يعني تحايل على الوضع لأنه حافظ أسر عنده شعار آخر اسمه شد الأحزم على البطون يعني أنه نحن يا شعب أنتو لازم تجوعوا نحن عندنا معركة وعندنا نبعد شهداء الناس على لبنان يستشهدوا منشان القضية العربية يعني 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 نحن شو دخلنا بلبنان نحن بنا نفوت نضرب المقاومة بنضرب الحركة الوطنية أو حتى العكس نحن شو دخلنا يعني المهم بدي لعب هو كان أنه سوريا تلعب دور إقليمي لعب في بلدك ونظفة وساوية وطعم وخلي يركبوا سيارات شو بديك بهالحكي وبهالعلاقة المهم ما أنا في فهدول في سنة ثلاثة وثل لمصار تجي سيارات في أدت في أحد القرى صاروا يشتروا بكاب حصران كيا لماذا خيوا سأسئل أحدهم لماذا كيا قالوا ما سمعت الرئيس يقول أنه لا حياته في هذا القطر إلا للتقدم واللي شترا كيا فلما شترا كيا ما له حياة يعني منقص له أصل يعني وبعدين مثل ما حكينا أنه حفظ أسد بالدكان شهداء دائما يأكد أنه لازم الناس تستشد وكان يقول الشهداء أنبال بني البشر أو أشرف من في الدنيا وأنبال بني البشر حسب ما كان يكتب له سكندر لقى خطاباته يعني وليش لأنه بده ناس يستشهد يعني إذا بعدين أنا يعني بقول له للي ما استشهد لسه لا تخاف أنت استشهد ولادك أنا بفتح له مدرسة ما بينضامه إن شاء الله بإذن الله لأنه طبعا ما أنا ضد أنه في أي بلد أنه أولاد الشهداء أحد يهتم فيهم ولكن أنه يكون ما استشهد مش أنا قضية وطنية مش أنا حافظ الأسان وفي مرة من المرات صديقنا الشاعر فلسطيني صالح هواري كتب نشيد طبعا وبيقصد يعني للفلسطينيين للقضية الفلسطينية ما بعرف نسيت اسم الشخص اللي بيغني بيقول في كل شيء للوطن كل شيء للقضية ليس للروح الثمن فهي للأرض الأبية يعني واحترامنا للصديق صالح يعني أنه ما لا نروح تمان يعني نحن ما نعرفان نحن السوريين أو أبناء هذه المنطقة ليش عايشين إذا مننا نستشهد ومننا نروح فيه كمان بعد الثورة طلع على القدس رايحين شو هذا ملايين مننا نروح ملايين وقتلونا وروح ما لا تمان يعني ليش الشعوب الأخرى عنده الإنسان له قيمة وهو أساس الحضارة كلها الإنسان الفرد وليش نحن عندنا هالاستهتار في حياة الناس وأنه يعني نقتلوا هنا المشكلة فيه قضية وبعدين القضية نفسها تحتاج لتعريف يعني نحن عرب والسوريين في عنا أقوام مختلفة عايشين في سوريا مو كلهم عرب بعدين بالأصل بالأصل يعني شعوب هاي المنطقة ما كان فيها إلا قليل من العرب يعني فيها يعني مكونات أخرى المهم المهم نحن بحاجة لإعادة النظر في كل شيء ونحن بحاجة للتخلي عن كل أنواع الشعارات من عدا أنه شعار إذا فيه له علاقة بالبناء بالعمل بالتداول السلمي للسلطة هاي الشعارات اللي بتفيد السورية بتفيد الوطن والبلد غير هيك يعني مو بس يمكن الاستغناء عنه يجب الاستغناء عنه اشتركوا في القناة